والله ما صدع الحالي لازم أصدعكم معايا هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديج ردمشن توزي اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن واحد من أصعب الغاز شركة روكستار لأن المعلومات اللي فيه متداخلة مع بعضها البعض والمعلومات متصلة ومرتبطة بألعاب أخرى لشركة روكستار يعني حرفيا اللغز رح يخليك تصدع أنا صراحة صدعت منه رسميا صدعت فأربطوا الأحزمة يا لهبيين عندنا مقطع مشعل للي اليوم فيلا نخش في المقطع طيب زي ما تعرفون روكستار مغرمة ومجنونة بشيء اسمه التنقل عبر الزمن وجفنا هذا الشيء في العديد من ألعابها لكن سؤالنا هل التنقل عبر الأزمنة موجود في رددري دمشن تو الإجابة نعم في أحد المهمات الجانبية رح تقابل شخص غريب بشكل غريب وملابس غريبة تراني مع المهمة ما أعجب تراني بشكل غريب errorي ، فقط أبداً الجنو. سوئ ما هو محرق الأشخاص . ولنها بأس عمل سرديك العنون , أعرف أنا أسسع ، ولكن أعرف 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 أدخال الفضل . أسفًا إنه محرق الأشخاص . سنقلة أسفًا . بعض الأشخاص . أريكي شهاد solved . أسفًا محرق الأشخاص . فعش سيعود إليها . أعرز . أنا أعرف . قوم ب عرق الأشخاص . أثناء أصلا . إنه جديدك إذا لتلعيك ألطرحي carrier إلي Pelطرحي طيب زي ما شفتوا هذا الشخص اسمه فرانسيس سينكلير فرانسيس كان وضعه جدا جدا غريب ويتكلم بشكل جدا محير بل انه كان يقول بعض الكلمات اللي ارثر مورغين ما يفهمها ارثر كان يقول ايش معنى هذي ما فهمتك ايش قصدك هنا وايضا من لغة جسد فرانسيس سينكلير واضح جدا انه يخبي صير كبير جدا عن ارثر مورغين طيب الشي الرئيسي انه فرانسيس سينكلير رح يطلب منك انك تجيب له مجموعة من النقشات على الاحجار وهي منتشرة في عالم ردد ردمشن تو طبعا طلب غريب جدا ويخليك تتساءل ليش يبغاها ويعني ايش رح يسوي بها وفعلا ارثر مورغين رح يسأله عن هذا الشي لكن فرانسيس سينكلير ابدا ابدا ما كان واضح وكان يقول لو قلتلك ما رح تفهم ورح تحسبني اني مجنون او مختل او حاجة زي كذا يعني كانه يقول الامر اكبر من عقلك يا ارثر مورغين وما رح تفهمه بسهولة يعني فعلا فرانسيس سينكلير عنده سر كبير يخبيه عن ارثر وعن الجميع طبعا بعد ما تجمع له النقشات على الاحجار وترسله اياها عبر البريد رح تجيك رسالة من فرانسيس سينكلير وفيها يقول يا سيد انت عثرت على جميع النقشات الحجرية تعالي منزلي لترى ماذا صنعت بهذه النقشات التي جمعتها ارجوك ارجوك لا تتأخر لاني رح اسافر قريبا يا لهبيين ركزوا على كلمة اسافر ايام ترافلينج ولما تجي لبيته هذا اللي رح يصير hello mr. Sinclair hello can i help you oh i'm sorry for intruding mrs. Sinclair yes how did you know ايشادي على معمل هو مجبن مجبن؟ مجبن؟ نشوف مجبن نشوف مجبن سنه كان Vega الذي منه فرانسي قرنABAR مجبن من فرانسي قرن، قرن؟ مجبن مع فرانسي وكذلك مجبن؟ مجبن من فرانسي قرن بأي ألقاف نقصي بأي ألقافك ما هو هو مجبن؟ والله ما صدع الحالي لازم أصدعكم معايا الموضوع ما فيه أن فراسين سينكلير متنقل عبر الأزمنة جيناه أول مرة كان بالغ عاقل قادر كبير جيناه بعد كم يوم حصلناه طفل صغير الموضوع يلخبط بشكل كبير ركزوا معايا لما خشت الآنسة سينكلير للغرفة آرثر حسبها زوجة فرانسيس سينكلير لكنها طلعت أمه وأبو فرانسيس سينكلير اسمه توم سينكلير والأبو توم مات قبل ولادة فرانسيس سينكلير بفترة بسيطة يعني فعلا فرانسيس سينكلير الكبير انتقل عبر الزمن ورجع للماضي عند آرثر مورغين والعيال عام 1899 ميلادي طبعا لما آرثر مورغين قابل فرانسيس سينكلير هو كبير فرانسيس طلب من آرثر مورغين المساعدة عشان يرجع للحاضر مرة أخرى وفعلا آرثر مورغين ساعده وفرانسيس سينكلير رجع للحاضر لذلك لما تجي مرة أخرى لبيت فرانسيس سينكلير راح تحصل فرانسيس سينكلير الصغير اللي توه أن ولد طبعا الموضوع اللي أخبط بس ترى ينفهم تحسبونا خشينا في الدسم باقي يا لهبيين ولا حتى 20% من اللغز طيب أبغى أعطيكم أدلة قوية جدا تأكد لنا أنه فعلا فرانسيس سينكلير متنقل عبر الأزمنة وجاي من المستقبل أول دليل في الحوار اللي دار بينك وبينه قال معنى جازد المعروف هو مختل أو مجنون عقلي لكن لها معنى آخر ودورت في كل مكان لحد ما حصلت المعنى والمعنى هو أني رقصت على موسيقى الجاز لحد الجنون وفقدان العقل وزي ما تعرفون الجاز هو أحد أنواع الموسيقى المعروفة وموسيقى الجاز بدت تنتشر ويتم استكشافها عند معظم العالم ويتم تسميتها باسم الجاز كان تقريبا عام 1920 فكيف فرانسيس سينكلير يعرف موسيقى الجاز وهو في عام 1899 ميلادي وهذا يخلينا نروح لإحتمال واحد ألا وهو أنه متنقل عبر الزمن الدليل الثاني رح تكون اللوحة اللي داخل المنزل زي ما تشوفون رح تلاحظ أنه في العديد من الأشياء الجاية من المستقبل والعديد من الأشياء القديمة جدا الموجودة في الماضي خلونا نفصل أكثر في المنتصف رح تلاحظ أنه فرانسيس سينكلير خارج من بوابة زمنية معينة زي ما تشوفون طيب أصالح كيف عرفت أنه فرانسيس سينكلير زي ما تشوفون هذه الرسمة موجودة على وجه هذا الشخص وحمة معينة وزي ما تعرفون أو زي ما تشوفون فرانسيس سينكلير عنده وحمة فقلنا هذا الشخص هو فرانسيس سينكلير بنسبة 100% خلونا نرجع للوحة مرة أخرى على يمين اللوحة رح تكون جميع الأشياء اللي في الماضي يعني على يمين اللوحة رح يكون الماضي وعلى اليسار زي ما تشوفون رح يكون المستقبل والأشياء الجاية من الحاضر أعطيكم مثال على سبيل المثال في اليمين رح تلاحظ إهرامات مصر والمحاربين الرومانيين القدامى وعصر الكابوي يعني هو ذولة في اليمين وفعلا هم في الماضي بينما في اليسار رح تحصل باخرات وسفن حديثة وأيضا لو تلاحظ أكثر رح تحصل أبراج والأبراج 100% جاية من المستقبل ما في أبراج عام 1800 وخشبة البعض قال إنه هذا البرج هو نفس البرج الموجود في لعبة GTA V زي ما تشوفون الدليل الثالث لو تلاحظون في بطاقة فرانسيس سينكلير اللي اعطانا إياها في البداية رح تلاحظ علامته السرية هذه وهي عبارة عن ساعة رملية معينة وأجنحة غريبة جدا زي ما تشوفون طيب إيش معناتها يا صالح أو إيش معنى العلامة هذه من وجهة نظري أنا صراحة أشوف إنه الساعة تدلنا على الزمن والأجنحات تدل على الطيران أو التنقل لما ندمجها مع بعضها البعض ينتج لنا التنقل عبر الأزمنة طبعا ممكن أنت تطالع في تفسيري تشوف إنه غير مقنع وغير مبرر لكن لما تطالع في علامة فرانسيس سينكلير ما رح تشوف وما رح تفسر إلا شي واحد فقط ألا وهو التنقل عبر الأزمنة صح ولا لا يعني أجنحة وساعة رملية ما لك إلا تنقل عبر الأزمنة الدليل الرابع طبعا لما قريت أكثر عن التنقل عبر الأزمنة قريت معلومة جدا مهمة واللي هي أنه الشخص لما ينتقل عبر الأزمنة لما يوصل للمكان اللي يبغاه يشعر بالدوخة ويشعر أنه ليس بخير يعني يشعر أنه مريض أو حاجة زي كذا وفعلا فرانسيس سينكلير لما تكلمنا معاه قال أنا ما أشعر أني بصحة جيدة وأشعر أني مريض وأشعر بأني في دوخة هذا يدلنا على أنه فعلا فرانسيس سينكلير متنقل عبر الأزمنة طيب خلونا نتعمق أكثر وأكثر وأكثر ترى باقي ما بدينا في الدسم زي ما تعرفون وتشوفون فرانسيس سينكلير عنده وحمة على عينه اليمنى وأيضا شعر أحمر حلوين؟ ممكن البعض منكم على طول رح يفهم الموضوع بمجرد ما يشوف الوحمة لكن في نسبة كبيرة جدا منكم ما رح يفهم الموضوع فتعالوا سويا في لعبة جي تي اي في في مجموعة اسمها الإبسلونز وعندهم شيء اسمه الإبسلون بروغرام أو برنامج الإبسلون وهم بكل بساطة بائعين وهم وحرامية محترفين درجة أولى هدفهم الأول والأخير المال يضحكون على الناس بمواضيعهم التافهة من أجل الربح المادي والإبسلونز عندهم شخص زي ما تقولون مديرهم أو كبيرهم واسمه كراف طبعا هم يقدسونه ويعظمونه ويشوفونه شيء كبير جدا وهذه المجموعة لها علاقة كبيرة جدا بفرانسيس سينكلير لكن عندنا سؤال قبل هل في علاقة بين عالم رجد ردمشن وعالم جي تي اي في تعالوا مكمل طيب هذه المجموعة عندها الكثير من المعتقدات والأساسيات اللي لازم على كل الأعضاء يعرفونها ويؤمنون بها وعددها 12 معتقد وأحد هذه المعتقدات تقول ومعناها لو كانت عندك وحمة على عينك اليمنى فأنت تنحدر من سلالة الإمبراطور العظيم كراف كبيرهم زي ما تعرفون وأيضا زي ما تشوفون فرانسيس سينكلير لديه وحمة على عينه اليمنى وهذا يأكد لنا أنه فعلا فرانسيس سينكلير من سلالة كراف كبيرهم وأنه فرانسيس سينكلير له علاقة بموضوع الإبسلون في جي تي اي في وأنه جزء منهم وواحد منهم أيضا في معتقد آخر عندهم يقول ومعناها أنه الجميع مرتبط وله علاقة مع شخص آخر باستثناء الأشخاص ذوي الشعر الأحمر وفعلا يا أخوان فرانسيس سينكلير عنده شعر أحمر زي ما تشوفون وهذا يخلينا فعلا نصدق ونتأكد أنه فرانسيس سينكلير له علاقة بموضوع الإبسلون وأنه جزء مهم منهم وأنه عالم رديد رديمشن 2 له علاقة واتصال بعالم جي تي اي في كلهم مرتبطين مع بعضهم البعض طيب عندي لكم سؤال وجيه ورح يتكلم عن جزء من اللغز وأبغاكم يا لهبيين تشاركوني آراءكم في خانة التعليقات وتطلعون كنن اللي بداخلكم كيف فرانسيس سينكلير مشارك في موضوع الإبسلون وموضوع الإبسلون ما بدأ إلا عام 2013 تقريبا كيف فرانسيس سينكلير أيضا مشارك معاهم يعني فرانسيس سينكلير مستحيل مستحيل أنه يعيش إلينا 2013 أكيد رح يموت قبلها بفترة كبيرة جدا شاركوني آراءكم طيب في نظرية قوية قوية جدا حول التنقل عبر الأزمنة وأحس إنها رح تحل موضوع فرانسيس سينكلير وتوم سينكلير وأيضا رح تحل موضوع قافن ونايجل زي ما تعرفون فيه لغز في عالم Red Dead Redemption 2 واللي هو الشخص اللي يبحث عن صديقه قافن طبعا هذا اللغز يضم ثلاثة شخصيات قافن وصديق قافن نايجل وصديقهم اللي في بريطانيا توم طبعا لما تربط نايجل وتاخذ أغراضه رح تحصل معاه رسالة عنوانها رسالة من توم إلى نايجل ركزوا على اسم توم توم وعرفنا من هذه الامرأة إنه أبو فرانسيس سينكلير اسمه توم سينكلير يعني تحس إنه في صلة واتصال بين فرانسيس سينكلير وتوم سينكلير الأب ونايجل وقافن والنظرية تقول التالي إنه قافن هو الإسم المستعار لفرانسيس سينكلير وإنه فرانسيس رجع بالزمن للماضي عشان يقابل أبوه ويعرف أبوه أكثر لأنه زي ما عرفنا سويا في هذا المقطع إنه أبو فرانسيس سينكلير توم مات قبل ما يولد فرانسيس بسنة واحدة يعني فرانسيس سينكلير أبدا ما لحق أبوه ولا شافه ولا يعرفه إطلاقا لذلك هو قرر إنه يرجع بالزمن للماضي عشان يشوف أبوه ويتعرف عليه وفي الفترة اللي فيها كان يتعرف على أبوه ويعرف المعلومات عنه قابل نايجل اللي هو هذا الشخص صديق قافن لكن قابلوا بالاسم المستعار قافن وكون صداقة معاه وغيرها من الكلام بعد فرانسيس سينكلير قرر إنه يرجع للحاضر وطلب هذه المساعدة من آرثر مورغين وفعلا آرثر مورغين ساعده وفرانسيس سينكلير عاد للحاضر ومن هنا بدأت رحلة نايجل في البحث عن قافن بين قوسين فرانسيس سينكلير ونايجل طبعا أبدا أبدا ما رح يحصل فرانسيس سينكلير بين قوسين قافن لأنه انتقل عبر الزمن وراح للحاضر واللي موجود في عالم Red Dead Redemption 2 فقط اللي هو فرانسيس سينكلير الصغير اللي نايجل أصلا ما يعرفه طبعا الموضوع رح يكركب مخك بشكل كامل لكن ترى رح تفهمه لو سمعته أكثر من مرة وركزت رح تفهم الموضوع صحي الأخبق لكن ينفهم يا لهبيين صراحة موضوع استمتعت جدا جدا وأنا أبحث فيه واستمتعت وأنا أكتب النظريات واستمتعت وأنا أشوف الأحداث وزي كذا صراحة واحد من أفضل الغاز اللي تكلمت عنه في القناة بشكل كامل أيب يا لهبيين أبغاكم تشاركوني آراءكم عن مقطعنا لليوم وعن موضوع التنقل عبر الأزمنة وإذا كان عندكم نظريات وأراء أخرى أكتبو لنا إياها في خانة التعليقات طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسابسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يخليكم تنتقلون عبر الأزمنة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة